مصر بلدنا بلد الترندات كل يوم والتاني حد يعمل حاجة جديدة ويطلع فجأة ترند ويشتهر مع انه ممكن يكون عامل حاجة اصلا مش بتاعته وصفة النهاردة ترند جديد فطاير ستو كريمة اشتهرت الفترة اللي فاتت جدا على السوشيال ميديا واشتهرت بقصة غريبة ان واحدة تقريبة من اسوان او من البلاد اللي هي في جنوب مصر هي اللي عملتها واسمها كريمة وقصة غريبة كده هي ملاش اصلا اي علاقة بالموضوع تعالوا نحضر مع بعض الفطاير الحلوة دي ونشوف هي فعلا تستاهل الترند والضجة الكبيرة اللي اتعملت دي ولا ما تستاهلش وهقولكو كمان ايه قصتها الحقيقية ومين صاحب الوصفة الاصلية تعالوا بينا نشوف المقادير والطريقة لكن من فضلك اعملي لايك للفيديو واشايري مع اهلك واصحابك علشان يدوق الحلو ده من ايدك اول حاجة هنحضرها مع بعض الشربات هنعمل شربات للجلاش كوباية ونص من السكر وعليهم كوباية من الميا وعليهم علاقة صغيرة من عسل الجلوكوز دي اختياري بس بصراحة هي بتصبط القوام جدا ممكن تستغني عنها خالص وتكتفي بعصرة نص لامونة برفع الشربات على النار وبعد ما يغلي اول غلوة بديله عصير نص لامونة واسيبه بالضبط 3 دقايق يغلي وبعد كده بفضيب بولة واسيبه لحد ما يبرد بعد كده حضر دلوقتي الكريمة اول حشوة بتاعت ستة كريمة عندي لتر من الحيب بنزل عليه بتلت معالق كبار من السكر ومعلقتين اتنين كبار من اللبن البودرة واربع معالق كبار من النشا المعلق بيكون مليانة بشكل هرمي معلقتين كبار من الكريم شنطي ومعلقتين من بودرة الكاسترن المكونات اللي احنا بنضيفها دي بتعزز الطعم وبتخلي الكريمة بتاعتي غنية قوي ممكن تكتفي بالنشا بس واللبن وتضيفي علبة اشطة بقلب المكونات كويس جدا وهي لسه على البارد وتأكد ان كنت دوبتيه كويس جدا قبل ما ترفعي على النار الخطوة دي مهمة وهتفرق معاكي في قوام الكريمة علشان تطلع معاكي كريمي ونعمة بدون اي تكتلات بعد كده برفحها على النار ومستمرة في التقليل ايدي ما بتوقفش خالص لحد ما الكريمة بتاعتي تتقل والقوام بتاعها يبقى تقيل وكريمي لو هتلاحظي انها ما شاء الله عليها كريمية جدا ونعمة ما فيش فيها اي تكتلات بعد كده بضيف معلقة صغيرة من الفانيليا بضيفها في الاخر خالص علشان احس بالناكهة بتاعتها وبعد كده بقلبها واسيبها لحد ما تبقبك كده لازم الكريمة بتاعتك تبقبك علشان كل المكونات تستوي وما تحسيش ان طعم النشاني لو حستي كده بجد هيدايق جدا في الوصف بعد كده بطفي عليها النار وبنقلها في اي صينية عندي وبغطي وشها بكيز بلاستيك علشان الوش بتاعها ما ينشفش ما تستنيش لما تبرد وبعد كده بتغطيها بغطيها مباشرة او من بفرغها ودخلها التلاجة لحد ما تبرد انا بسيبها طبعا تهدل اول شوية وبعد كده بدخلها التلاجة عندي بقى هنا لفتين اتنين جلاش بالزبط كيلو يعني كيلو جلاش باخد الجلاش بفرده كويس وبغطيه بفوتة مبخ لازم تحافظي على الجلاش بتاعك يفضل طري علشان ما تكسرش منك ممكن تستخدم جلاش فرش عادي وممكن تستخدم المجمد بس الافضل لو يكون فرش هنبتدي دلوقتي نورق ما بين الطبقات عندي سمنة بلدي على زيت وبياخد طبقة طبقة وبورق ما بين الطبقات انا بديهندهنة بسيطة كده بالفرشة ممكن تعملي طبقة بطبقة يعني تعملي ما بين كل طبقة والتانية تدهيني دهنت سمنة كويسة وممكن تعملي ما بين كل طبقتين وطبقتين التانية بتكون اخف شوية لكن اللي بتتورق ما بين كل طبقة والتانية الطعم بتاعها بيكون دسم وبيكون كل طبقاته الجلاش مارمش انا عملت جزء كده وجزء كده الفطيرة الواحدة بتاخد اربع ورقات من الجلاش بورق ما بين كل طبقة والتانية والحشوة بتتحط جوه ورقتين اتنين من الجلاش ولازم تتلف كويس جدا علشان الحشوة دي ما تخرجش وقت التسوية دي اخر طبقة انا عملتها انا كده عملت اربع ورقات من الجلاش بعد كده باخد طبقتين اتنين من غير مبادئين ما بينهم ولا اي حاجة خالص بحطوهم برضو على الوش بالشكل ده وبياخد بقى الكريمة بتاعتي انا طلعتها من التلاجة تمسكت والقوام بتاعها بقى كريمي وحلو جدا الصينية بتاعتي برضو دهنتها كويس جدا بالزيت على السمنة علشان اول ما خلص الفطيرة على طول ارصها في الصينية بصوا بقى الكريمة بتاعتي نعمة وكريمي وحلو جدا باخد كمية مناسبة من الحشو وبحطها في النص بحاول ان انا افردها على شكل مربع كده واخد اول طبقة من الورقتين اللي احنا ما ملفناهمش او ما ورقناهمش وبعد كده اقفلها زي المنديل وارجع ااخد الطبقة التانية وقفلها زي المنديل وارجع ااخد اول طرف واتنيه وادهنه بالزيت والطرف التاني وبرضو بادهنه بالسمنة او الزيت وقفلها بالشكل ده الخطوة دي بتطلع معاك الجلاش بتاعك حلو جدا محافظ على الحشوة بدون ما تطلع منه او تغلي جوه الفرن لان الحشوة بتاعتك لو غلت وطلعت برا الجلاش هتلاقيها فتفتت وبقت وحشة قوي دي واحدة تانية عملتها بس ورقت ما بين كل طبقتين وكملت برضو بنفس الخطوات الكيلو الجلاش عمل معايا خمس فطير بس فطير حجم كبير مش حجم صغير يعني الفطيرم دي تاكل اتنين يعني انا عاملة خمس فطير الخمس فطير دول ياكلوا عشر افرق زي ما انتو شايفين انا بادهن الطبقات كويس جدا وبعد كده باقفل الفطيرة وبرصها في الصيني انا رصيت الجلاش في الصواني وولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة متين من تحت ومن فوق بعد كده بادهن بقى الوش برضو بالسمنة او الزيت اللي احنا مجهزينه سواء انت بقى مورقة بسمنة او زيت استخدمي اللي انت مورقة بيه لكن ادهني الوش بتاعه كويس جدا بدخلوا الفرن بقى لحد ما ياخد لون من تحت ومن فوق بيقعد في الفرن من عشرين دقيقة لتلاتين دقيقة لحد ما ياخد اللون الدهبي طبعا على حسب الفرن بتاعي وعلى ما الجلاش بتاعنا ياخد اللون بقى الدهبي ويستوي هحضر دلوقتي الكريم شنطي عندي كوباية من الكريم شنطي وعليها معلقتين من اللبن البودرة ومعلقتين او تلاتة من السكر كوباية وربع من المية السقعة المتالجة او الحليب المتالج لو حابة تضيفي هنا اه معلقة من البستري كريم او بودرة البستري بتعزز الطعم اكتر مفيش اي مشكلة مش حبة ملهاش اي لازمة خطس بعد كده هبتدي ان انا اضرب الكريمة بتاعتي بالمضرب الكهربائي لحد ما القوام بتاعي حييش وتبقى كريمي وتقيلة بالشكل ده طبعا اول ما عملها دخلها التلاجة على طول هنا الجلاش بتاعي لما اتحمر انا سيبته لحد ما برد بقى يا دوب دافي والشرباط بتاعي بيكون سائع خالص ببتدي ان انا اقسي الجلاش بالشرباط التقيل اللي احنا عملناه الشرباط بيكون بارد والجلاش بيكون بدرجة حارة المطبخ ما يكونش لسه طالع من الفرن انا بسقيت اربع فطير والاخيرة سبتها علشان هرش على سكر وما بحبش اسقيه بزيادة لان لسه يتحط عليه فواكه حصوصات مسكرة اصلا دي بقى زبدة اللوتس اللي عندي انا كان عندي سماء اه فيه انواع كتير طبعا اشهرها يعني اه اللوتس اللي هي الاصلية وفيه تانية انواع تانية اللي هي بتتباع في الجرادل الصغيرة الكيلو ده فيه منها انواع كتير جدا فيه المهندس بس غالية شويتين وفيه اه سماء وفيه دكتور بيكر وفيه روتس كل واحدة طبعا لها طعم ولها ريحة مختلفة شوية بس يعني افضل واحدة جربتها كانت دكتور بيكر والمهندس بس المهندس غالية شويتين انا بحط عليها معلقتين كوبور زيت وبفضل اقلبها بالمعلقة لحد ما القوان بتاح يبقى كريمي وشبه سيل بالشكل ده باخدها بقى على كيس حلواني علشان نبتدي نزين بها وهنا الفطير بتاعي كان برد تماما وما ينفعش انك تحط الكريمة على وشه خالص من غير ما يبرد لانك لو حطتيها وهو لسه دافي حتى هتلاقي بعد دقيقتين تلاتة كده الكريمة ساحت على الوش خلص انا حطتها جوا كيس حلواني واستخدمت الامع بتاع آآ بلح الشام ده وابتديت ان انا اعمل خطوط رايح جاي كده بالكريمة على وش الفطير بعد كده هبتدي بقى اعمل اي تزين عندي انا حطيت منجة واستخدمت برضو فراولة آآ زبدة لوتس ممكن تسيبيها زي ما هي ممكن ترش عليه سكر بس اي تزين متاح عندك وممكن تعمليها بالزبيبي والمكسرات بصوا يعني عيشوا براحتكوا اي تزين متاح عندك اشتغلي بيه تعالوا بقى ما اقول لكم الفطيرة دي اصلها يرجع علي اولا دي فطيرة احمد امين احمد امين يعني اشهر من النار على العالم عندنا في المنصورة اشهر حد بيعمل حلويات والفطيرة دي احنا بنقولها من واحنا صغيرين عند احمد امين يعني الفطيرة دي مش جديدة ومش تريند يعني مش لسه حاجة جديدة لأ دي موجودة من زمان اوي لكن احنا كنا بنقولها بالفواكه او بالسكر لانه الصصات والحاجات الجديدة زي صوس اللوتس والزبدة الفصدق والكلام ده كله كان لسه مش موجود زمان الحاجات دي لسه جديدة فكان اغلب المشهورة عندنا في المنصورة اللي بالفواكه والسكر الحاجات دي انا اعطاك ده انا ما كنتش بشوفها او يمكن علشان كنت لسه صغيرة معرفش يعني ايه صصات والحاجات دي لكن دايما كنت باكل اللي عليها السكر واللي عليها فواكه فالحق يتقال والحق يرجع لصحابه ان يرجع لأحمد أمين عندنا في المنصورة أما بقى عن الطعم فهي طبعا طعمها جميل جدا والتشكيل بتاعها والتنزيم بتاعها شكله بيكون حلوة قوي سكارها مظبوط جدا والكريمة بتاعتها مش مسكرة أبدا طعمها حلوة قوي وما تحسيش ان جبتاك لي حاجة مسكرة قوي بس ندي الحق لأصحابه الفطيرة دي في طريقة أحمد أمين بتاع المنصورة جربوها ومستني يا رأيكم